لَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِكَ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ الَّتِي أَسْبَقْتَهَا عَلَيْنَا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا فهدى أمته من ضلال وبصَّرها من عمى وأرشدها من غيء اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحدٍ من خلقه وأحين اللهم على سُنَّته وأمِتنا على مِلَّته واحشرنا في زُمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقًا ثم أما بعد فإن من المعاني الجليلة التي أولاها الإسلام عنايةً ورعايةً معنى المُبادرة إلى الخيرات والمُسابقة في الطاعات والمُسارَعة إلى المكرُمات كلمة المُبادرة تدلُّ في لُغة العرب على معنيين على معنى امتلاء الشيء وعلى المُسارعة إليه ولهذا يُسمَّى القمر ليلة الرابع عشر يُسمَّى بدرًا حيث امتلأ ويُسمَّى زعيم القوم الذي يُقدَّم لكفايته أو لقدرته أو لشرفه أو لفضله يُسمَّى البدر والمُبادرة فيها معنى المُسارَعة إلى الشيء كما قال الله تعالى وَلَا تَأْخُذُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا بدارًا أي مُسارَعة المُسارَعة إلى الخيرات وكانوا يُسارِعُونَا في الخيرات ويدعونَنا رغبًا ورهبًا القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى في سياقاتٍ كثيرة أشار إلى هذا المعنى في المُسارَعة وفي المُسابَقة وفي المُنافسَة وفي المُعاجَلة المُسابَقة سابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وفي المُسارَعة وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وفي المُنافسَة وفي ذلك فليتنافس المُتنافسون والفرق بين المُسارَعة والمُسابَقة أن المُسارَعة قد تكون عملاً ذاتياً مُبتدأً المُسابَقة فيه عُنصُرُ التنافس بين شخصين أو بين مجموعة وقد كان عمر يقول اليوم أسبِقُ أبابَك وحين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للإنفاق قال لعمر ماذا تركت لعيالك قال تركت لهم نص مالي وحينما سأل الصديق رضي الله عنهما قال تركت لهم الله ورسوله ما نفعني مال مثل مال أبي بك واسى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه زوَّجه ابنته كان رفيقه في الهجرة كان المُتقدِّم في المُبادرة بالإسلام إذن هذا هو الفرق بين المُسارَعة وبين المُسابقة أما المُعالجة فالعجلة أمرٌ غير محمود لأنه استعجالٌ للشيء قبل أن يحين وقتُه ولذلك قيل من استعجل الشيء قبل أوانيه عوقِب بحرمانه استعجالُ قطفَ الثمرة قبل نُضجها بيد أن القرآن ذكر المُعالجة أو المُعاجلة في موضعين محمودين الموضع الأول على لسان موسى عليه السلام وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى فالمُعاجلة القائمة على حُسن التوقيت ابتغاء مرضات الله في جدٍ وعزمٍ وهمةٍ ونشاط أمرٌ محمود وكذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين وَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَا النَّاسِ عَنْكُمْ فهذا هو الموضع الثاني الذي ذُكرت فيه العجلة بالخير توقيتًا ابتغاء مرضات الله عز وجل إذن نحن أمام قضيَّةٍ كُلِّيَّة تُحرِّكُ الطَّاقات تَسْتَنْهِضُ الْهِمَمْ تَشْحَذُ الْعَذَائِمْ في كلِّ ضربٍ من ضُروب الخير لصلاح الدين وصلاح الدنيا وفلاح الآخرة أبو ذر رضي الله عنه في الحديث الصحيح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عملٍ يُدخِل الجنة فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله قال أبو ذر لابد للإيمان من عمل فبيَّن له النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الرجل ذا مال فعليه أن يرضخ هذا المال أن يُنفِقه في وجوه البر قال إن كان فقيرًا قال فليأمر بالمعروف ولينهَ عن المنكر قال إن كان عييًّا لا يستطيع أن ينهض بهذا الواجب قال أن يُعين مغلوبًا ضعيفًا مهزوبًا يُعينه ليأخذ له الحق الذي اغتُصِب منه قال إن كان ضعيفًا لا يقوى على ذلك قال ماذا تريد من خصال الخير فبيَّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يُمسِك أذاه عن الناس إن كان لا يستطيع أن يُبادِر بأي وجوه من الوجوه إما بقوة البدن أو بقوة المال أو بقوة العلم أو بقوة الجاه أو بقوة الشفاعة أو بقوة الأواصر إن كان عاجزًا عن كل هذا فلهُ أن يُبادِر أن يُبادِر بكفِّ الأذى عن الناس أن يُمسِك لسانه وأن يُمسِك جوارِحَه حتى تُعرِض عن أذًا يلحَقُ بالناس أو بُهتان يُصِيبُهم في دمائهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم قال له عليه الصلاة والسلام ما من إنسانٍ يَفعَلُ خَصْلَ من هذه الخِصَالِ إِلَّا أَخَذْتُ بِيَدَيْهِ إِلَى الجَنَّةِ بهذا العمل إذن نحن مدعوون دائمًا إلى المُبادرة والمُسارَعة والمُسابقة والتنافس في عطاء الخير تنافسًا لا يُجِبُ تحاسُدًا أو تباغُضًا أو سعيًا لتدمين جهود الآخرين التي نالت حظَّها من الثبات ومن النجاح ومن الإتقان ومن الإحسان ومن التجويد رأينا المُبادرة في نملة استطاعت أن تُنقِذ أمةً من الأمم وما من دابةٍ في الأرض ولا طائر يطيرُ بجناحيه إلا أممٌ أمثالُكم نملة كانت يُمكن أن تنجو بنفسها ولكنها قالت لبني قومها ادخلوا مساكنَكم لا يحطِمنَّكم سليمان وجنودُه وجنودُهم وهم لا يشعُرون استطاعت بهذه المُبادرة أن تُنقِذ أمة النمل سليمان وجنودُه وهم لا يشعُرون فتبسَّم ضاحِكًا من قولها واستطاع هُدهُد بمُبادرة أن يُنقِذ أمةً من الشِرْك أحطُّ بما لم تُحِطْ به وجئتُك من سبأٍ بنبأٍ يقين ثم ذكرَ العِلَّة وجدتُها وقومها يسجُدونَ للشمس من دون الله فكان ما كان أن قيَّضَ الله تعالى سليمان بسبب هذا الهُدهُد أن يكون عوناً لإسلام هذه الملكة العظيمة التي كانت صاحب رأيٍ وحكمةٍ وعقلٍ وفطنة قادَها ذلك إلى الهِداية وأسلمَت مع سُليمان هي وقومُها لله رب العالمين كانت هذه مُبادرة من هُدهُد وجدنا المُبادرة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهمُ الذين تربَّوا على يدِه والسابقون الأولون من المُهاجرين والأنصار والذين اتَّبَعُوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضُ عنه الصُدِّق حين أسلم بادر وعمر رضي الله عنه حين أسلم بادر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ألسنا على الحق؟ فبما نتخفَّى وكان ذلك المُنطلَق الذي حُولَ الدَّعوَة من سرية إلى جهرية إلى صفَّين أحدُهما عليه عُمر والثاني عليه حمزة كانت هذه المُبادرة مُبادرة عُسْمان رضي الله عنه وهو يُجهِّز جيش العُسرة وهو يشتري بئر رومة وهو يشتري كذلك البقيع التي زيد بها المسجد النبوي استجابةً لأمر النبي عليه الصلاة والسلام مما حداه عليه الصلاة والسلام أن يقول في عُسْمان رضي الله عنه ما ضرَّ عُسْمان ما عَمِلَ بعدها مُبادرة نُعَيْب ابن مسعود كانت سببًا لفكِّ الحصار عن المسلمين في غزوة الأحزاب والخندق حين فعل في المُشركين ما فعل وأرجفهم وفرَّق شملهم وأوقع الوقيعة بينهم وبين اليهود كانت سببًا لفكِّ الحصار ومُقدِّمةً للانتصار بل الخندق كانت مُبادرة من سلمان الفارسي الذي أفاد من تجارِب بني قومه واستفاد منها المسلمون هذه مُبادرات المُبادرة في غزوة مُؤتَة أو مُؤتَة على الصحيحين في التعبير واللَّفص قادها خالد بن الوليب بعد أن مات أو قُتِل أو استُشهِد الفرسان الثلاثة بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب كان بشجاعة خالد وثباته وحُسن حكمته وفطنته أن أنقذ الجيش المُسلم في هذه المعركة سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي اهتزَّ له عرش الرحمن قام بمُبادرة بعد أن تلقَّى من مص نُصعب بن عُمير الدعوة إلى الهداية في هذا الدين المُبارَك ما كان أن فعل إلا أن تطحَّر واقتسل وصلَّى ركعتين وحمَل حَرْبَتَهُ وَأَتَى إِلَى بَنِي قَوْمِهُ وَقَالَ لَهُمْ مَا تَعْلَمُونَ فِيَّةٌ فَذَكَرُوا فَضْلَهُ وَنُبْلَهُ وَشَرَفَهُ وَقِيمَتَهُ قَالَ حَرَامٌ عَلَيَّ كَلَامُ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فما أمسَ اليوم إلا كان جميعُ بني الأشهل قد دخلوا في حوزة الإسلام وفي الإيمان بالله ورسوله وهكذا فعل الطفيل ابن عامر الدوسي الذي كان آخر الصحابة موتًا أنه تحرَّك في قبيلة بني دوس وهي قبيلة يمنية فأدخلها جميعًا بمُبادرةٍ صادقةٍ متجرِّدة إلى حوزة الإسلام وفيهم أبو هريرة الذي أسلم وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر في السنة السابعة من الهجرة وكان أكثر الصحابة روايةً للحديث على الإطلاق هكذا كانت هذه المُبادرات الفردية والجماعية تحقيقًا لمبدأ المُسارع والمُسابقة في الخيرات وأبوابُ الجنة ثمانية كلٌّ منها يلِجُ منها إليها حسب الوسع والتكليف والقدرة والطاقة فاتقوا الله ما استطعتم لا نحمل الناس فيها على مركبٍ واحد وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يُشجِّع هذه المُبادرات إعمالًا لمبدأ الثواب لمن أتقن وجود وأحسن وإعمالًا لمبدأ العقاب لمن قصَّر وتقاصر عن المطلوب نعم الرجل عبد الله لو كان يُصلي من الليل فما تركها حتى وافته المنية قدَّم الحافز لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام وعلي أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون لموسى إلا أنه لا نبي بعده يُقدِّم هذه الحوافز ويُزكِّ الناس ليكون هذا معيارًا يعتمدوه مُرُوا أبابك فيُصفَل يُصلي بالناس وكانت تكريم الجماعي لأبي بكر حينما قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ارتضوه لإمامة الدين وارتضوه كذلك لإمامة الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أصحابه من الذي صام هذا اليوم قال أنا من الذي تصدق هذا اليوم قال أنا من الذي زار مريضًا هذا اليوم قال أنا من الذي اتبع جنازةً هذا اليوم قال أنا كان جامعًا لفضائل الخيرات والمكرمات ولذلك كانت مبادرته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عاصمةً للأم من هول الصدمة التي أصابتهم بفقده عليه الصلاة والسلام كما قال أنس يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته أضاء كل شيء في الدنيا وحينما لحق بالرفيق الأعلى أظلم كل شيء في الدنيا ولذلك جاء هو بثباته قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له طبت حيًا أو ميتًا ثم جاء يخاطب الناس وقد اضطربوا وهاجوا وماجوا وابن الخطاب يرغد ويزبد من شدة هول المصيبة عليهم قال بثبات المؤمن من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌ لا يموت وتلا قوله تعالى وما محمدًا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلًا قلبتم على أعقابكم فصعق من صعق لما وجدوا أنفسهم أمام هذه الحقيقة المذهلة وكانت مبادرة بن الخطاب في السقيفة أيضًا عاصمة الأمة من التنازع الذي وقع حين قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير قال أبو بكر إن هذا الأمر لا يعرف إلا لهذا الحي من قريش ثم قال عمر لأبي بكر أبسط يدك فبايعه وبايعه الناس وقد قال عمر في خطبة هي آخر خطبة قالها قبل استشهاده فليس أحد تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر فكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إسه كان أحب إلي من قوم أن أتقدم أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسوّل لي نفسًا نفسي شيئًا عند الموت لا أجده الآن كانت هذه المبادرة رأينا المبادرة الكبرى التي فعلها الحسن بن علي يوم تواصل النزاع بينه وبين معاوية رضي الله عنه تنازل عن حقه ليلتئم شمل الأمة ويتوحَّض الصف وتجتمع الكلمة وسمي هذا العام عام الجماعة تصديقًا لنبوءة النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيِّد وسيُصلِح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان هذه الشواهد التاريخية أيها الأحباب كثيرة متضافرة متظاهرة متواترة لا يتسع المقام للإفاضة فيها شرحًا وتبيانًا ولكنها مُؤشر على ضرورة الجِد والعز والهمَّة والتوثُّب والنشاط في المُسارَعة في الخيرات والطاعات والحسنات والمكرُومات هذا ما نُرِيد أن نقِف عليه من قيم المُبادرة والمُسارَعة والمُسابَقة والمُعاجَلة في الخيرات طلبًا لمرضاة الله عزَّ وجل وإحياءً لمَبْدَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى نَفَعَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِهَدِي سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللشاني وأشهد أن نبينا محمدًا عبدُ الله ورسوله الداعي إلى رضواني اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلَّى عليَّ صلاةً واحدة صلَّى الله بها عليه عشرة اللهم إنا نسألك رحمةً تهدي بها قلوبنا وتلُمُ بها شعتنا وتجمع بها كلمتنا وتوحِّد بها صفَّنا وتؤلِّف بها بين قلوبنا وتكبِت بها عدوَّنا وتدحر بها شانئنا وتُطفِئ بها نار الفتن ما ظهر منها وموطن أصلِّح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلِّح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا وأصلِّح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا واجعل الحياة زيادةً من كل خير والموت راحةً من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتُقى والعفاف والغنى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين